بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على حاجة مهمة عندنا كثير من الناس اللي شغالة في النتورك عندها بيتحتاج تعرف برينتر شيرينج على أجلس الموظفين فاللي انا هعمله دلوقتي هستخدم برينتر سيرفر بتاعي انه يعمل دبلوي لليوزر او كمبيوتر بالبرينترات اللي هي محتاجها اول حاجة هقولها جماعة ان انا بدخل على السيرفر المانيجر بتاعي هلاقي عندي حاجة اسمها حاجة اسمها برينت مانيجمينت لو انت فالفين وستاشر وما بعدها هتلاقيها موجودة بايدفولت تمام ادي السيرفر بتاعي البرينتر المتعرفة عليه تمام مفهول انت بتاع معرف هنا برينترات اللي شغالة عندك اللي هي هتعملها دبلوي عن طريق جروب بوليسي وطبعا دبلوي برينتر بيقول لي ايه الحاجة انه منشغلك لو انت شغال على الفيرجن قديم شوية هتاعطار اضيفها الاول عن طريق اد رولز اند فيتشر هاخوش على الرولز هنلاقي اسمها برينت عن دوكمنت هقول له ايد اهي انا قبلها بس اواريكم الكلام بتاعها بتعمل ايه دخلت عليها هاي هقول له ايد فيتشر نيكست مش اقتل من كده بممتار بساطة جماعة نيكست مش محتاج اي فيتشر زيادة خلاص هي كده واستنى لغاية لما يخلص طبعا انت لو عايز تعرف ايه ملومة عن اي فيتشر من دي انت بتوقف عليها بس بيتكتب لك شرحها جنبها هتطلو نيكست وحستنى لما ايه لما يخلص طبعا الفيتشر دي يا جماعة اول ما بتخلص تنزل عندي بقى خلاص هتزار عندي جوه التولز البرينت بتاعتي فمش هتختلف سواء شغالي على اثنين واثناشا اثنين وستاشا اثنين وستاشا مش هتختلف معاك هتبقى العملية ده عندي عن طريق السيرفر ده اقدر اتحكم في البرينترات اللي هتزار عندي اليوزر طبعا محتاج ارفع على سيرفر ده بتاعت البرينترات سواء كانت 64 لو انت شغيل كل 64 او 86 لو انت عندك حاجة 86 بحط الدريفرات موجودة عندي بعدها بطبق على اليوزر او الكمبيوتر اللي هتظهر عليه اول كده هتخلص اهو هقول له close عشان يخلص الخطوة اللي بعدها ان انا هخش هبص اهيه في التولز عليها عندي اهيه رجعنا تاني بتاعتي اول حاجة هلاقي عندي اول حاجة البرينترات من البرينترات الموجودة عندي طبعا انا عندي هنا واحد باسر اللوكل هلاقي فيه درايفر بتاعت البرينترات الطبيعي انك بترفع درايفرات اللي انت عايزها عنواع البرينتر اللي عندك في المكان طبعا حيسألني انت هايسألني انت درايفر ده عايزه متاح 64 او 86 انا اشغال كل 64 هاختار 64 واشاور له على الدرايفر بتاعي فين المكان اللي هياخده طبعا ما عارفتش برينترات لسا لحاجة معا انا بحضر الشغل بتاعي ادخل لغاية درايفر نفسه اللي انا عايزه اهو بتاعي البرينتر هي الخمسة اربعين تلاتين انا بتكلم عن 67 هقول له 64 اهو اوكي تمام واختار نوع البرينتر بالذات اللي انا عايزها كاني بعرفها ماني ولا جماعة انا بحضر التعريف بس مش اكتر من كده اللي انا اشغال عليه اللي هي بي اللي انا في المثال ده خمسة اربعين تلاتين هدور على خمسة اربعين تلاتين دي نيتورك بالمناسبة اهي نيكست يبقى كده خلاص هو هيبدأ يرفع الدرايفر بتاعه هياخد وقت شوية جماعة بس ما تلاقش من كده لو انا عايز ارفع 86 كمان هنروح اكرر نفس الخطوة ارفع له درايفر اللي هو بتاعه 86 80 واكارر الخطوات دي مع كل البرنترات اللي انا عايز اضيفها مثلا مثلا احيان 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 هاشاج عايز اعمل نتروك بالكامير سيبدأ يدور بس انا مش اريز اخر انا هرجع بك انت لو عندك في المكان نتروك اصلا موجود اااااااااا متشعرة هتزال اسميها هتبدا اتشتغر عليه انا اطرق هتضيفها عن ترية سي بي اي بي هكتب البيهي بتاعي 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 ده لو نتروك برنتر تبعاااااا جديد للدرايفران يكون لدي ابت Tagesjet جديد على المفترضه بان اسرح التالي أختار هذه الخطوطات فإتمكنهم World سأختار موديل ذلك إلى participate هل تريد اسم هل تريد اسم نشاط مرتدي؟ ايضا اغراء اسم و اغير اسم و اعجب اسم و ايضا اتجهزه على مفايل السيرفر اخش اعمال لها بلوي عن طريق جروب بوليسي. يعني ايه? يعني اقول له ان جروب بوليسي دي هتتعرف لجلس الموظفين عن طريق جروب بوليسي. هابيقول لي هي اهي اتبراوز. انا جروب بوليسي فين? هقول له انا ما عنديش انا حكريت واحدة جديدة. هكتب الاسم يعبر عنها. مسلا لو لو الكسف معين هكتب اسم الكسف. لو عايز تكتب اي اسم يعبر عنها تبقى انت فاكرة عشان لما تحب توقفها او تشغلها زي ما انت عايز. او انا مسلا بكتب التفصيل اهو كلينيكس برينتر اي بي. طب انت هتشغل على ايه بر يوزر? ولا بر ماشين? انا انا هتشغل بر يوزر. انا على حسب بر يوزر دي بارتوم انت يتحرك معه لايه? للتعريف. وحقول له ايه? اوكي. قال لي خلاص كده ايه? برينتر بقت جاهزة للدبلوية عن طريق جروب بوليسي. الاسمها ايه? كلينيكس. اهي. انا ادخلت على دبلوية اللي انتهى على دبلوية. طبعا انا جروب بوليسي دي يا جماعة ما اطبقتهش على ايه ايه عندي. تمام? الخطوة اللي بعدها انا اعمل ايه? اخش على جروب بوليسي مانجمينت. واشوف ايه واطبقها على الايه. انا هوريكم هنا الايه اللي عندي اللي انا هطبقها عليها. انا هطبقها على اليوية اسمها كلينيكس مثلا. هي دي اللي ايه اللي هيتطبق عليها. اليوزر موجودين جواه هم هشوفوا برينتر دي. هدخل جروب بوليسي مانجمينت. ايه? اخش على اليوية اللي انا عايزها. اقول له ايه? لنك انكزيسي جي بيو. واختار جروب بوليسي اللي انا لسه اعملها ايه? تمام? اقول له ايه واطبقها على كل اليوية اللي انا عايزها. تمام? لو اعز اكتر من اليوية اصحة اتبقها على اليوية اللي انا عايزها. تمام? وان اعمل اكتر من البلينتر باكتر من جروب بوليسي. اتبقها بنفس الطريقة. ستعطي بكل جروب بوليسي الخاصة بكل البلينتر. وسطبقها على اليوية. ولكن ليس اكتر من هذا. مجرد ان اليوزر يفعل لقاف. سيتظهر عنده الكراب بوليسي. تمام? وبالتالي ستظهر البلينترات المتعرفة عليها. شكرا! ترجمة نانسي قنقر